بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض دروس سي بلاس بلاس كنا تكلمنا قبل كده عن الكونستركتورز مع الانهيرتنز كانت تتنفز ازاي وكنا قلنا الكونستركتور بتاع البيز كلاس بيتنفز قبل الكونستركتور بتاع الدرافت كلاس طب خلينا نشغل كده البرنامج ونشوف شكل الكونستركتورز كانت هتطلع لنا ازاي طلع لها اللي هو بعديها هاي مش ده اللي احنا عملنا قبل كده احنا عرفنا حاجة اسمها استيودنت اكس اكس دوت اول ما راح يتكاريت راح للكلاس اللي اسمه استيودنت لقى فيه عنده بابليك هيومن راح نفز الكونستركتور بتاع هيومن وبعد كده ارجع لي نفز الكونستركتور بتاع استيودنت تمام ده كده في حالة ان الكونستركتور فاضي ما بياخدش مني داتا طب نفترض ان هيومن دوت فيه داتا جواه انا عايز الكونستركتور يعمل ستل الداتا ديت ايه مثلا انا عايزة هنا سترنج اي نيم مثلا كوما انت اي ايج وعايز اجي جواها اقول له يا سيدي خليلي النام بيساوي السترنج بيساوي الاي نيم والايج بيساوي الاي ايج في الحالة دي لازم ابعت له الداتا بتاعتي من خلال الكلاسة اللي انا معرف بيه انا معرفة بستيودنت يبقى كان لازم ابعت مع استيودنت من هنا الحاجة اللي انا عايزة ابعتها له طب انا لو قلت استيودنت كده وفتحت قصين وقلت مثلا مروة وقلنا 31 طبعا هيطلع لي error ليه الكلاس اللي اسمه استيودنت كونستركتور بتاعه مش واخد داتا طب انا لو جيت هنا قلت له استيودنت دوت هياخد سترنج اكس كوما انت ال عمل لي برضو مشكلة الداتا ما رحيتش يعني لما اجي روح للكلاس اللي اسمه يومن دوت واجه تعامل مع الكونستركتور بتاعه انا رايح له من غير داتا لما عملت كده انا قلت له خدلة داتا دي وديها ليستيودنت طب انا عايز ابعتها بقه لمين؟ لهيومان كأني بعمل كول تاني لهيومان بهم طب أعمل الكول ازاي؟ هاجي هنا كده هحط النقطتين فوق بعض اللي هما زي بتوع الانهيرتنس وهقول له اسم الكونستركتور بتاعي والحاجات اللي أنا عايزة أبعتها له أنا عايزة أبعت له X وعايزة أبعت له L هتبقى X اللي جايله من هنا هتروح تتعوض في مين؟ في الـ I name و L اللي جايله من هنا هتروح تتعوض في الـ I age طبعا مش لازم X و L أنا سميهم الأسماء اللي أنا عايزها بس لازم القيمة اللي موجودة هنا أزبطها على الحاجة اللي أنا هبعتها يعني أنا لو جيت هنا L و Int L وبعد كده كومة string X و عامل الكول بالشكل ده بدل مروة 31 خلتها 31 كومة مروة يبقى أنا لازم أجي هنا أقول له يا سيدي ابعت لي للـ I name L كومة X علشان يبعت الحاجة صح علشان يبعت الحاجة صح سوري احنا المفروض ان احنا قيلين لـ string X و كومة الـ H اللي هو الـ L كده صح احنا ماشيين بالترتيب بتاعهم كده صح الـ string اللي هو الـ name هو ترتيبهم هنا مختلف عن هنا بس ببعتهم بالترتيب الصح للـ function اللي فوق أنا جايلي string X هي من تحت بعت X الأول في اللي يومن طب هو أنا ينفع أبعت X و ما ينفعش و ما بعتش L أنا حر أنا عايز أبعت واحد و ما بعتش الثاني أنا حر بس دلوقتي لو جينا عملنا run البرنامج بتاعنا هيشتغل عادي بس احنا عايزين نعمل سي اوت عشان نتأكد ان الحاجة دخلت صح فانا هقول له سي اوت للـ name و end line للـ age لما تيجي تشغل الـ constructor الثاني اعرض لي name والـ age يا سيدي هعمل run كده دلوقتي هطلع لي مروة 31 يبقى أنا علشان أبعت من constructor في الـ class اللي هو المتورس اللي هو drift class أو sub class هبعت ازاي لازم أكتب الـ constructor بتاعي ويبقى أجيله نفس الـ parameters اللي أنا هبعتها أو parameters أكتر ما ينفعش أقل بعد كده نقطتين فوق بعض اللي هم بتوع علامة الـ inheritance اسم الـ class الـ up اللي احنا عايزين يبعتله أو base class الـ variables اللي عايزين نبعتها طب نفترض ان احنا كان عندنا class تاني اسمه grades اللي كنا عملناه قبل كده وgrades ده يا سيدي هيبقى جواه public هقول جواه في عندي int g1 مثلا وهقول له ان grades ده as a function بياخد int g وهقول له جواه g equal g1 جيت هنا ارتله اعمل لي كمان طلع لي g ودي in the line وهاجي هنا اعمل multiple inheritance هقول له كمان اعمل لي inherit public grades طب انا هنا محتاج ان انا ابعت لـ construction structure بتاع grades ايه القيمة بتاعته فانا هقول له هنا كمان int مثلا y وهقول له هنا كمان grades وهفتح cost of y طيب لو جينا وقفنا على grades ديت كده وشوفنا المفروض ان هي هتطلع لي ايه هتطلع لي اللي هي g1 طب انا هنا محتاج بس هزود قيمة زيادة هقول له هنا مثلا كمان 25 عشان يقدر يتعامل معي تمام طبعا احنا هنا ده المفروض g1 مش g طيب احنا هنا عملنا ايه عملنا اتنين inheritance عاملينه لـ human وال grades اللي اتنين هو بقى بيه الاتنين فبالتالي بدأ يبعث لي الـ human الـ x والـ l والgrades بيبعث لي الـ y ويبدأ يخرجهم لي عادي جدا لو عملنا راند الوقتي هلاقي طلع لي الاسم طلع لي بعديها القيمة التانية طيب هنا في مشكلة عندي ان انا ايه اللي جي بتساوي جي واحد انا المفروض عايز جي واحد هي اللي بتساوي الجي علشان كده عمل لي المشكلة اللي هي بتاعت الجاربج اللي طلعت نجرب نراند الوقتي طلع للـ 25 صح السبب في الاولانية ان انا كنت اعرض له ان الجي بتساوي جي واحد والجي هي اللي قلدي فيها قيمة جي واحد دات فيها جاربج لسه متعرفتش بقيمة معينة انت جي واحدة هي كانت فاضية تمام بقى احنا كده عارفنا ازاي ابعت من كونستركتور بتاع كلاس لكونستركتور بتاع كلاس تاني عن طريق الانهيرتنس وازاي لو عندي ملتبال انهيرتنس ولو عندي انهيرتنس واحد بس اقدر اعملهم ازاي اتمنى اكون افتكوا في الدرس ده والسلام عليكم ورحمة الله